اشتركوا في القناة وعلى كل شيء قدير وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمةً للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جاز نبيًا عن أمته ثم ما بعد أيها الأحبة في الله يقص الله سبحانه وتعالى في القرآن القصص لتكون عبرةً للمعتبرين ولتكون زادًا للمتقين ولتكون نبراسًا يسير عليها وعلى عبرها السائرون ولذلك كانت هذه القصة التي وردت فيها أحسن القصص أو عبارة أحسن قصص أحسن القصص وهي قصة يوسف عليه السلام مع أن أحسن القصص اسم جامع لجميع القصص التي وردت في القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص فكل قصة قصها الله عز وجل في القرآن فهي من أحسن القصص وقد اختلف العلماء أي قصص القرآن أحسن يعني القرآن يتفاوت سوره متفاوتة وكذلك قصصه متفاوتة فمن سوره ما هو أفضل من بعض ومن قصصه ما هو أيضًا أفضل من بعض وأحسن من بعض لكن ما هو أحسنها؟ هي كلها في منتهى الحسن لكن أحسنها مختلف فيه فقيل أحسن قصص القرآن قصة موسى عليه السلام لأنها قصة تناولتها جميع سور القرآن فما من سورة من سور القرآن فما من سورة من سور القرآن إلا وفيها يعني في الغالب إشارة لقصة موسى عليه السلام وقيل أحسن القصص قصص إبراهيم عليه السلام وقيل آدم عليه السلام وقيل يوسف عليه السلام وكل واحدة لها جوانب من جوانب الحسن ليست عند القصة الأخرى لذلك كلها حسنة وكلها ذيها من العبر ما فيها لكن هناك جوانب تذكر في قصة موسى ولا تذكر في قصة يوسف وجوانب تذكر في قصة يوسف ولا تذكر في قصة موسى وبين القصتين تشابه بين قصة موسى عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام تشابه كبير سورة القصص ركزت على قصة موسى وهارون نقص عليك من نبي موسى وهارون وجعل اسم السورة القصص بينما سورة يوسف نحن كما قال تعالى أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب فأحسن القصص ذكرت في سورة يوسف لأن هذه القصة قصة يوسف ذكرت في هذا الموطن وحده ومن نظر إلى قصة يوسف مجملة وقصة موسى مجملة وجدت تشابه والتقارب بين القصتين فمثلا يوسف أين تربى في قصر عزيز مصر موسى أين تربى قصر فرعون يوسف فقده من أبوه موسى فقده من أمه إذن هناك تشابه بين القصتين من الصغر من النشأة إلا أن موسى لم يكن محسودا ويوسف كان محسودا موسى عليه السلام الذي دفع فرعون لتربيته زوجة فرعون أمرأة فرعون وموسى ويوسف الذي دفع العزيز أن يشتريه أمرأته أمرأته التي قالت اشتريه ولذلك قال تعالى وَقَالَ الَّذِي اشتراه من مصر لامرأته أي سبب شرائه المرأة إذن نأتي لهذه القصة قصة يوسف وهذه القصة لنا معها أحد عشر وقفة كم وقفة؟ أحد عشر وإن شئتم جعلناها ثلاثة عشر وقفة على عدد الكواكب التي سجدت ليوسف أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين فنحن لنا مع هذه القصة ثلاثة عشر أو ثلاثة عشر وقفة الوقفة الأولى هذه القصة قصة يوسف عليه السلام من أوائل ما نزل من القرآن من أوائل ما نزل من القرآن والسبب نزول هذه القصة تشابه ما بين قصة يوسف وقصة محمد صاصر في تشابه من حسد يوسف؟ إخوته من حسد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة؟ أهله وأشيرته ونذر عشرتك الأقربين طيب ماذا قالوا عن يوسف؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضاً ماذا قالوا عن محمد؟ اقتلوا محمد أخرجوه كما قال تعالى عنهم يقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك فكل الخيارات التي قيلت عن يوسف قالتها قريش عن محمد صاصر إذن هناك تشابه بين قصة يوسف وقصة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهره الله على قريش تشبه بحال يوسف في فتح مكة عندما فتح مكة قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم نفس العبارة يرويها النبي صلى الله عليه وسلم صفة ليوسف عليه السلام عندما سئل صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو كريم لأنه نبي أبوه كريم يعقوب نبي جده كريم إسحاق نبي جده أبيه كريم إبراهيم عليه السلام نبي هذا أكرم الناس نسباً الكريم ابن الكريم ابن الكريم فهو أكرم الناس نسباً قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فذكروا الكرم صفة للنبي صلى الله عليه وسلم ونفس الكرم كان موجود عند الأنبياء جميعا لكن الحظ الأوفر والأسماء منه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء بداية القصة رؤية وسط القصة رؤية آخر القصة رؤية إذن هذه القصة جميلة جدا أحسن القصص لأنها شملت جميع أحوال الإنسان يقظة ومناما حال الملك حال الوزارة حال السجن حال النسوة وكيدهم حال السوق والبيع والشراء حال البادية حال الآبار كل البر والبحر وكل شيء موجود في هذه القصة حتى الأمطار والزراعة والنباتات والأبقار كل ما تعنيه الحياة موجود في هذه القصة العظيمة ابتدأت القصة بحدث حصل ليوسف وهو نائم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني أول وقفة يا أبتي يا بني درس في بر الوالدين درس في التعامل مع الوالد ودرس في التعامل مع الولد عندما يكون والدك تعرف اسمه مثل اسمه عقوب لكن من الأدب أن لا تجرد والدك باسمه وأن لا تناديه باسمه فهذا إبراهيم يقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ووالده كافر مشرك من أهل النار قطعا ومع ذلك يتأدب معه ويقول يا أبتي يا أبتي وإبراهيم خليل الرحمة وهذا يوسف يخاطب والده النبي المرسل يعقوب عليه السلام ويقول يا أبتي لنتعلم من هذه الأنبياء كيف نتعامل مع الآباء مهما كانت شدتهم ومهما كان لينهم مهما كانت درجتهم فلا بد أن يخاطب الأب باسم الأبوة يا أبتي وكذلك نتعلم الدرس مع الأبناء كيف نخاطب أبناءنا لا تقول لابنك يا فلان ولكن قل يا بني فيعقوب يعرف اسم ولده يوسف ولم يقول يا يوسف لا تقصص رؤياك ويوسف يعرف اسم أبيه يعقوب ولم يقول يا يعقوب رأيت أحد عشر كوكبا فإذا قال الولد لابيه يا فلان وقال الوالد لابنه يا فلان فقد تقطعت أوصال الأبوة والبنوة وعندئذ يدخل العقوق هذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية وهذه الوقفة للمعددين من كانت لها أكثر من زوجة يعقوب كان معدداً كان عنده أربع زوجات وكل زوجة أنجبت أولاد كيف تعدل بين زوجاتك وكيف تعدل بين أبنائك من زوجاتك يعقوب كان عادلاً لكن المصائب لكن المصائب فوق قدرة الناس الذي حصل أن والدة يوسف واسمها راحيل توفيت عند ولادتها بأخيه بن يمين فعاش يوسف وأخيه مع أب ولكن من غير أم ولدتهم أمهم قد توفيت فأراد يعقوب عليه السلام أن يعوِّض يوسف حناناً زائداً منه مقابل الحنان الذي فقده بموت والدته وزوجة الأبي لا يمكن أن تكون كالأم التي ولدت مهما كان حنانها فلما رأى النسوة أن يعقوب يميل ليوسف أكثر من أبنائهن ويقرِّب يوسف أكثر من أبنائهن أخذتهن الغيرح لأن المثل يقول حب الولد من حب أمه قالوا أكيد كان يحبها أكثر مننا من أجل ذلك يحب أبنائها أكثر مننا فأدخلوا الأبناء في باب الغيرة وبدأت الأمهات تحدث الأبناء ترابوكم يختار عنكم يوسف أنتم رجال أنتم اللي تعملوا تعملوا وتروحوا وتجوا وتجيبوا الماء وتخدموا ويوسف جالس عندهم ما يسوي شيء بس إذا جلس يطالع فيه وإذا يتكلم يطالع فيه وأنتم ما يعطيكم وجه هذه الفكرة بدأت من النساء ووصلت إلى الأبناء بدأت تتشربها عقول الأبناء وبدأ يعقوب يراقب الحدث فلما جاءه يوسف ويوسف محسود أصلاً من إخوته على مجرد أن والده يقربه وينظر إليه قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيداً هنا بدأنا الدرس الثاني الكيد إن كان من صديق كان كيداً حسناً كان من صديق محب كان كيداً حسناً وإن كان من عدو حاسد كان كيداً سيئاً والكيد ينقسم إلى أربعة أقسام كيد عظيم لا أعظم منه وهو كيد الله أنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً وكيد الخلق دون ذلك كله أما كيد الخلق فينقسم إلى ثلاثة أقسام كيد عظيم وهو كيد الحاسد كيد من؟ الحاسد وهذا الكيد هو الذي استعيد منه شر نفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد إذا حسد كيده عظيم لذلك اسمع بأذنيك إلى كيد إخوة يوسف بسبب الحسد الذي ملأ قلوبهم ماذا قالوا؟ قالوا اقتلوا يوسف قتل أو اطرحوه أرضاً تأكل السباع والهوام والخيار الثالث ألقوه في غيابة الجب طبعاً هذه مذاهب ثلاثة لإخوة يوسف وعددهم كم؟ عشرة أخوه الصغير بن يامين لم يدخل في الكيد وعشرة دخلوا في الكيد وانقسموا إلى قسمين أساسيين قسم الأول طائفة قالت اقتلوا يوسف والطائفة الثانية قالت قالت لا تقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو القوه عفوا أطرحوه أرضاً طائفة الثانية قالت اطرحوه أرضاً هذه الطائفة عدد كبير اللي قالت اقتلوا وهذه الطائفة القالت اطرحوه أرضاً عدد كبير فتكلم واحد وهذا الواحد هو أوسطهم وهو أفضلهم قال لا تقتلوا يوسف طيب هذا الخيار مستبعد طيب ألقوه أرضاً لا تلقوه أرضاً طيب إيش نسوي ألقوه في غيابة الجب يُأخذ من هذا دروس الدرس الأول أن ارتكاب المفسدة لدرء مفسدة أخرى أكبر منها مصلحة محضة وهذا يسمى عند الوصوليين ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين وأهون المفسدتين قتله مفسد علماً لأنك ستباشر بنفسك إزهاق روح وهذا محرم في جميع الشرائع ولا تقتلوا النفس التي حرم الله طيب إلقاؤه في البر حتى تأكلوا السباع هذا أيضاً شر وقتل غير مباشر طيب إلقاؤه في غيابة الجب هذا قتل لكنه قتلٌ بطيء وقد يكون أيضاً فيه حياة قد تأتي جماعة فتاعة تخرجهم من البير حياً ثم تأخذه وتمشي به فارتكبوا أخف الضررين الضررين وأهون الشرين واتفقوا على ذلك وكان صاحب الرأي أنقذ حياة موسى حياة يوسف عليه السلام هذا الذي أنقذ حياة يوسف هو الذي مشى مع ابن يمين وتخلف في مصر وقال أنا ما نبراجع لابوي اذهبوا إلى أبيكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وكان هذا الرجل صاحب الرأي السديد في أبناء يوسف رأيه الأول ألقوا في غيابة الجب كان سديداً ورأيه الثاني ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق مع تخل فيه وفي البلد الذي فيه الولد الصغير كل ذلك كان سداداً ولذلك كان هذا صاحب هذا الرأي هو أقرب أبناء عقوب ليوسف وأقرب أبناء عقوب لابن يمين وثلاثة عشر عفواً واثنعشر ولد عندما تقسمهم إلى أربع تقسام سيكون كل قسم كم؟ ثلاثة والزوجات كم؟ أربعة فكان هؤلاء الثلاثة حزب يوسف وبن يمين والأخ الذي بقى معهم طيب إذن نرجع ونقول نفذ الإخوة المخطط جردوا يوسف عمره عشر سنوات من ثيابه ورموه في البير وهذا البير ليس بير عادي يرى قعره عشرة أمتار عشرين متر لا هذا بير من الآبار التي لا يرى قعرها ولذلك الله عز وجل أطلق عليه غيابة الجب أي ما فيه يغيب لا يرى قعره ولك أن تتخيل يوسف الطفل عشر سنوات بير إذا جاء الرجل الكبير إلى البير في الليل يخاف منه يخاف أن يسقط فيه حتى لا يستطع ينظر خوفا من السقوط داخل البير قد توجد الحيات والعقارب وأشياء تؤذي ومع ذلك ألقي في غيابة الجب مساء وجاء الليل وذهب إخوته عنه وبقي في الليل بقي في الجب لمدة كم ثلاثة أيام إيش اللي استقبل في الجب جاه جبريل أوحينا إليه أرسل الله إليه جبريل وهو في الغار الجب هذا قال له يا يوسف سيحصل من الأمر كذا وكذا 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 فأعطاه مصطرة حياته من خروجه من الجب إلى أن يموت حتى الطعام ليأكله كل التفاصيل جاته وهذا البرهان الذي سيراه وقد رآه عندما راودته التي هو في بيتها عن نفسه قد أخبر أنها ستراوده فليستعصب إذن كان ينتظر التنفيذ بعد ثلاثة أيام بجي قافلة وسينزل عليك الدلو من أعلى إذا نزل أمسك الدلو فسيرفعك إذا رفعك ترى أخوتك موجودين يلعبون فإذا رأوك سيقولون هذا عبد لنا أسكت عادي سيبيعونك عادي لا تتكلم لا تقول أنا حر أبدا نتركهم يبيعونك سيذهب بك القافلة إلى مصر عادي ستبع في مصر بيع أخرى لكن الذي سيشتريك سيكرمك ليس بإرادته ولكن بإرادة الله وفعلا بعد ثلاثة أيام جاءت القافلة وأخذ يوسف رفعوه والذي أرسل الوارد الذي ألقى دلوه في البئر أدلى دلوه ورفع يوسف صرخ قال يا بشراء هذا غلام سمع به لقبه فجاءوا يجرون قال وهذا عبد لنا نفس الكلام عنده خبر عنه سقط في البئر إذا تحبون نبيعه لكم نبيعناها لكم بكم أي شيء أي دراهم أعطوهم دراهم معدودة ثلاث دراهم أربع دراهم شيء معدود قليل دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يعني خذوا لو تبغونها بلش لو أردتم أن تأخذوهم من غير ما تدفعوا شيء خذوا وإذا تحبوا تدفعوا أي شيء فدفعوا دراهم بسيطة أقل من قيمة العبد فضلا عن الحر وشروه بمعنى باعوه إخوته طيب هنا الحسد إخوته قالوا اقتلوا يوسف وهو يسمع اطرحوا أرضا وهو يسمع ضربوه وهو يرى ويسمع ألقوه في غيابة الجب وهو يتمسك لا تلقوني ألقوه وهو يرى ويسمع ثم آخر شيء باعوه وظلم ذوي القرب أشد مضادة على النفس من ضرب الحسام المهندي بيعته الأولى أشد عليه من البيعة الثانية لأن البيعة الأولى باعه أخوته والبيعة الثانية باعه ناس عراقيين بعيدين عنه ليس بينهم وبينه نسب ولا حسب ولكن عنده الخبر من الله لا تبتئس أصبر وتحمله القافلة معها إلى مصر متاع من الأمتعة بضاعة من البضايع ودائما سوقنا خاصة الذي كان يبع فيه البشر يشترون الذكر لقوته من أجل أن يزرع ويبني ويحصد ويختم ينفع صاحبه للك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول الإسلام لما كان يشتري الأرقاء ويدخلون في الإسلام كبلال وغيره غضب منه والده قال يا أبو بكر أنت سفي إذا أردت أن تشتري بمالك فاشتري رجال أقوياء يحمونك ويحمون صاحبك فنزل في ذلك قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى يشتري الناس لا يريد منهم خدمة يقدمونها له ولا عمل يقدمونه وإنما ابتغاء وجه الله طيب يوسف وصل إلى السوق وبعث الله إليه عزيز مصر عزيز مصر هو الرجل الثاني في مصر ونظام مصر وقتئذ كنظام المملكة البريطانية المتحدة ملك وتحت الملك رئيس وزراء هو الذي يتنفذ في كل شيء رئيس وزراء هو عزيز مصر لكن فوقه ملك ملك مصر عزيز مصر هذا لا يولد له كان رجلا عنينا يعني لا ينفع النساء وأراد أن يكرم زوجته فذهب واشترى علم بمقدم يوسف غلام جميل أبيض طيب ليس مثل العبيد الموجودين أعطيه نصف الجمال فجاء واشتراه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مذواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا طبعا هذه وصية بيوسف لكن الذي يؤلم ويقطع القلب أن يكون الرجل المصري عزيز مصر أرحم بيوسف من إخوته إخوته قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا وهذا الرجل الغريب في مصر يقول أكرمي مذواه يعني أكرمي أحسن إليه دخل قصر عزيز مصر وعمره عشر سنوات وبدأت زليخة امرأة العزيز تكرم مذواه فجعلت له غرفة في أعلى قصرها أعلى البيت وجعلت له فراش وزير من أحسن الفرش والإباس من أحسن اللباس وطعام من أحسن الطعام والخدم والحشم يدخلون ويخرجون لخدمة يوسف إذن يوسف الآن في سراء أو في ضراء في سراء عوض بدل قعر البير إلى قصر العزيز في مصر وإلى غرفة جناح في أعلى القصر فبدأت تغذيه وبدأت تربيه وبدأت تقدم له على أنه ولدها أكرمي مذواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً فهي اتخذته ولداً قلت خلاص هذا ولدي تأخذه معها تمشي معها يمشي معها أو يمشي معها رايحة جاية في أي مكان وكل الناس تتعجب من جماله وبهائه وحسن صورته وحسن صوته وحسن سمته ويكبر يوسف وكلما كبر كلما كبر حبه في قلبها حتى شغفها قد شغفها حبا مكث معها في قصرها عشر سنوات من عمر عشر سنوات التي دخل فيها القصر إلى عمر عشرين سنة وعندها بدأت تراوده خلاص بدأت المراودة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك في بعض الروايات تجردت من الثياب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فلما فعلت ذلك فر يوسف منها فتبعته ومسكت ثوبه من الخلف وجذبته إليها بقوة فتمزق الثوب ووقت ووقت تمزق الثوب فتح السيد الباب الزوج يعني الباب مغلق بالمفتاح ولا يوجد أحد يملك المفتاح إلا الزوجة والزوج فتح فتح عزيز مصر غرفته فإذا بزوجته متجرد من الثياب وإذا بيوسف قد تمزق ثوبه من جهة الدبر وإذا بجارية من الجواري ترضع الطفل تدخل فينطق الله عز وجل الطفل البريء الذي لم يصل حد الكلام فيقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فكان الغلام من أهل المرأة من أهل القصر شهد لصالح من يوسف وشهد شاهد من أهلها قيل المراد بهذا الغلام وقيل أحد خدم البيت لم يشهد كان خارج فشهد وقال إن كان حصل أنه قد من أمام فهي تدفعه وهو مقبل إليها فقد ثوبه وإن كان قد من الخلف فهو هارب عنها وهي تشذبه فقد ثوبه سواء هذا الكلام صدر من غلام أو صدر من بالغ المهم الذي صدر منه من أهلها شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من عفوا من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر صارت فضيحة التفت على زوجته ما هو الشيء الذي فعله وقد تبين أن زوجته هي الظالمة والمعتدية وهي التي راودت الفتاة عن نفسه فلما رأى قميصه قد من دبر التفت على المرأة قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ما شاء الله على الغيرة هذا منتهى الغيرة عنده إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ثم التفت على يوسف يستسمح يوسف أيها الصديق يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا الحرمذي أعرض عنها لا تطلع فيها اخترها دعها عنك أعرض عن هذا ثم رجع على المرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين هذا هو عزيز مصر راحة العزة ذهبت العزة إذا كان العزيز لا يستطيع يحمي زوجته ولا يستطيع يحمي فتاه ولا يستطيع يحكم حكم نهائي معنى أنه لا حول له ولا قوة وأن السيطرة في القصر للمرأة وليست للرجل هذه المرأة مسيطرة قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الشاهد الذي شهد أو شهد سواء كان كبيرا أو صغيرا شاع وذاع الخبر سواء عن طريق الشاهد الذي تكلم أو حتى عن طريق العزيز قد يكون تكلم أو هي نفسها تكلمت المهم شاع الخبر وذاع في نسوة علية القوم الطبق العليا في مصر طبق الحاكمة طبقة الوزراء وكبار الشخصيات وأخذنا يعني يتكلمنا في عرض زليخاء وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن وصل الخبر لها هي ذكية قالت خلاص أنتم الآن حكمتم علي لأنكم ما شفتم يوسف ما رأيتم يوسف أصبروا تعالوا تغدوا عندي وشوفوا يوسف وبعد ما تشوفوا يوسف حكموا هل عندي حق ولا لا فجمعت فجمعتهن وهيئت لهن مجلس وهيئت لهن فاكهة تقاطع بالسكين أو بالسكاكين وأعطت لكل وحدة فاكه وسكاكين سواء كانت تفاح وبرتقال أو نعم الفاكه اسم المتكاك كما قيل أو أن المتكاك ما تتكي تتكي عليه من الفرش المهم فاكهة تحتاج إلى السكاكين حتى تقطع وصعد الزليخة إلى يوسف في أعلى القصر ولبست وهيئت ويوسف لا يدري لا يعلم وقال تخرج عليهم خلاص انزل في ناس انتظرواك تحت الناس كلهم حارين فلما رأينا نازل من أعلى فلما رأيناه ايش سووا أكبرنه لأن كل وحدة حاولت تملع عيونها منه نظر أكبرنه لماذا أكبرنه لأنه لم ينظر إليهن والمرأة إذا كسرت كبرياءها أكبرتك وإذا ذهبت خلفها أحتقرتك فيوسف لم ينظر إليهن فأكبرنه فلما رأيناه هذا بشر طيب وشه إن هذا إلا ملك كريم يا زليخ بيتك في ملك ليس إنسان طيب اسمع الشهادة ملك كريم يا سلام بعد ما حكموا عليها إنه ملك والملك لا شهوة له صح والله لا الملك ما في مشاه وكريم وملك عادي طبعا بدأنا جميعا يراودنه ذلك الملك مستقبلا عندما جمعهن قال ما خطبكن إذ راوتتن يوسف يعني كانت واحدة حرمة فإذا بها واحد وأربعين فتاة من أجمل فتيات مصر ويكفي ما قال له الشافي عن فتيات مصر ومع ذلك ما حركوا في شعره ما نظر إليهن غض بصره كأنهن الجماد غضبت زليخة وبدأت التهديد يعني الكلام اللي والكيد الهي ما نفع خلاص خلنا نجرب الأسلوب الثاني ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين هنا يوسف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه شوف العفة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم هو بشر لكن معصوم الله عز وجل عصم طيب ما معنى قوله ولقد همت به وهم بها لولا الرأى برهان ربه اختلف العلماء في هم يوسف من أي نوع همت به واضحة لأنه قالت هي تلك تعال لكن هم بها هو كيف بعض العلماء قال هم بطردها بعضهم قال هم بضربها بعضهم قال هم بقتلها بعضهم قال لا هم بها فعلا فرأى البرهان طيب ما هو البرهان الذي لما رآه زال الهم الذي كان في قلبه إذا كان هم بها على ظاهرها قيل رأى برهان ربه فعل فعلته هي فكان برهانا من الله له فتذكر به ايش سوت كان عندها صنم في غرفة نومها فاستحيت من الصنم وغطته قالت إني أستحي منك صنم فقال يوسف هذا برهان تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر وأنا أنا أولى أنا أستحي من ربي فهرب فكان هذا برهان ربه وقيل برهان ربه أنه صور عليه عقوب يقول لا وقيل برهان ربه تذكر ما قاله جبريل له هذا الأصح أنه سيقع فتذكر وهذا برهان ثم فر إلى الباب طيب اجتمع النسوة وبدأت تهدد زليخة وقطعنا يديهن عند المشاهدة ورجعت كل وحدة منهن إلى زوجها يدها مربوطة مقطوعة ايش فيك يا فلانة والله والله كنت عنده وقطعت وقطعت يدي كيف ما في حد يخدمك فلانة مرأة العزيز كنت تخدمي عندها لا والله أنا كنت بقطع فاك بس قطعت يدي والزوجة فلان نفس الشي قطعت يدها والوزير الثاني زوجة وقطعت يدها أربعين مرأة قطعنا ايديهن وقطعنا يا أخوان تختلف عن قطعنا 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 بالتخفيف لكن قطعنا طيب ليش ما شعروا بالألم قالوا رؤية المحبوب تزيل الألم لذلك بلال بن رباح كان يعذب في رمضان مكة ويضرب بالسياط وكان يكرر أحد أحد قيل الله يا بلال كيف تحملت عذاب قريش قال قرنت مرارة عذابهم بحلاوة الإيمان بالله فغلبت حلاوة الإيمان بالله مرارة العذاب عرفت إذن هن لما أكبرنه وامتلأت قلوبهن بمحبته أصبح عذاب اليد وألم اليد شيء بسيط للفرح الذي حصل في القلب من مشاهدة المحبوب أمر على الديار ديار سلمة وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغافن قلبي ولكن حب من سكن الديار فإذا كان من سكن الديار مشاهدا فماذا ستفعل قد تقطع يدك وأنت لا تشعر كما فعل النسوة طيب وصل الخبر للرجال وإذا به مؤتمر يعقد في مصر جديد طوارئ أعلنت حالة الطوارئ واجتمع الرجال أزواج المقطعات أيديهن أيش نسوه مع الرجال هذا ماذا نفعل قال والله الرجال هذا مادام موجود بين ظهرانينا والحريم شايفين ما في واحد حرمة بتطلع فيه هذا جميل لابد أن نخفيه طيب كيف نخفيه ما يمكن نقتله مسكين بريء ولكن أبسط شيء خلينا نحط في السجن وهذا مثل إخوة يوسف لا تقتلوا يوسف والقو وأماها المصر قالوا لا تقتلوا يوسف والقو في السجن وهذا نوع من الحسد رجال مصر حسدت يوسف على جمال وإخوة يوسف حسدوا يوسف على مكانته عند به وعلى جمال وأيضا كان يوسف أجمل من أخوته الآخرين وليأك أخوة يوسف ما حد قطع يده وهو من أجلهم وهذا قطعت الأيادي على مشاهدته ثم ماذا أجمعوا على سجنه وصدر القرار من عزيز مصر اللي هو يعتبر رئيس وزراء بسجنه وحصل أن وقت إدخال السجن كان وقت حدوث جريمة شنعا في قصر الملك إيش الجريمة ذواق الملك مات كيف ذواق الملك الملك في مصر كان عنده رجل وظيفته ذواق المهنة ذواق أي شيء يقدم للملك طعام أو شراب قبل لا يأكل الملك أو يشرب يأتي الذواق فيشرب من ذا يصلح طعمه زين تفضل طعم راك يأكل من هذا طعمه جيد كويس غير مالح والله كذا تفضل المسكين الذواق أخذ شيء من الخبز وشرب شيء من العصير ومات ولم يعطي خبر يا سلام مات الذواق إذن النتيجة الحتمية إما الاثنين فيهم سم الخمر والطعام وإما أحدهم في سم صدر أمر الملك قال رئيس الخبازين ورئيس اللي حقون الشراب خذاهما إلى السجن تحت التحقيق بتهمة القتل العمد وجاءت لجان التحقيق وجابوا كلاب وجابوا دواب تفضل قدموا للكلب الطعام مات وقدموا كلب الثاني الشراب شرب ما ضر الشيء باقي ينبع شرب الثاني الثالث قالوا أما هذا صاحب الشراب ما عنده مشكلة وصاحب الطعام هذا مجرم هو لوضع السم الاثنين دخل على يوسف والمحكم هناك تحقيق هناك في قصر الملك وشاف الرؤية وقصاها على يوسف وهو في السجن ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين هنا يوسف عليه السلام استغل الحدث أحدهما سيقتل إذن أهم شيء دعوة إلى الله قبل التعبير أهم شيء يدخل الإسلام قال قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فبدأ يدعوهم إلى التوحيد أسلم أو لم يسلم لم يرج في ذلك نص لكن يوسف دعاهم إن عليه إلا البلاغ ثم قال أما أحدكما فإسقي ربه خمر وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين جاءت النتيجة لجنة التحقيق توصلت للحقيقة الآتية صاحب الخمر بري وصاحب الخبز مجرم أخي صاحب الخبز حقق معه قال والله نعم فلان 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 أعطوني مال وقال وحط السم جاء بالجميع وقتل الجميع ذبحا إلا هذا صليب كما قال يوسف وبقي مصلوبا حتى أكلت الطير من رأسه ويوسف قال الذي ظن أنه ناجم منهما قال إذا رجعت للملك اذكرني قول ترى في واحد في السجن افتحوا قضية تحقيق مثل ما حققتهم في قاتل هذا الرجل في واحد مسجون حقيقه في قضيته ليش مسجون فأنساه الشيطان وذكر ربي فلا بإذا يوسف في السجن بعد هذه القضية عشر سنوات بضعة سنين عشر سنوات في سجن مصر طيب من أخرجها من السجن الله لكن سبب الخروج العلم العلم يا أخوان سبب للخروج من المضايق لو يوسف ما يعرف العلم ما عنده تعبير رؤية كان مكث عمره كله في السجن وما خرج لكن العلم بفضل الله خرجه الله به ينام الملك ويرى رؤية عجيبة وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغذوا أحلام كيف سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف المفروض أن السمان هي اللي تأكل العجاف في حالة أن البقر يأكل بقر ولكن أصل البقر لا يأكل البقر لا يأكل اللحم هذه مشكلة طيب سبع سنبلات خضر واخر يابسات الخضر دخلت في اليابسة مثل ما البقر السمينة دخلت في النحيف قالوا هذه ما فهمناها هذه أضغاث أحلام ما لا معنى وينام الملك اليوم الثاني وتعود وعندها يقول هذا لصب الشراب للملك الملك صار ما يشرب شيء الرؤية ذي يعني أثقلت عليه أهمته قال له أنا نجيب لك الجواب صاحب الخمر قال أنا أنبئكم بتأويل أنا اللي يجيب لكم الخبر فأرسلون أعطوني الإذن نذهب إلى السجن ونرجع ونجيب لكم الجواب قال له روح ذهب إلى السجن قال له يوسف أيها الصديق ليش قال له الصديق لأنه عبر من أول فصدق تعبيره هما في البداية قالوا أنا نراك من المحسنين وقال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبل إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن فعبرها يوسف بهذا التعبير ورجع به الغلام إلى الملك وقص عليه الرؤية الملك فرح قال جبوه الآن جبوه ليوسف وصدر أمر إطلاق سراح يوسف وجاء البشير يلا يا يوسف صدر أمر إفراج أمر خروج تعال قال لا واحد مسجون من عشر سنوات ظلما وعدوانا ويجيه أمر يخرج وما يخرج مين يوسف ليه لأنه عاقل قال أخرج ويبقى دائما يقال السجين خرج السجن لا ما أخرج إلا بعد التحقيق ليش سجنت هل أنا مستحق السجن ولا لا قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وشوف الحكمة لو لم يقطعن أيديهن لضاع حق يوسف لكن الله عز وجل جعلهن يقطعن أيديهن حتى تكون قرينة بعد عشر سنوات تظهر فيها حقيقة براءة يوسف فجمع النساء انطلقت لشان البحث عن هؤلاء أي مرأة موجودة مد يدك أي واحدة يدها في قطع تعالي كنت موجودة فاجتمعنا كلهن أربعين مرأة وجئ بمرأة العزيز وبدأت تحقيق وكل مرأة معها زوجها الأزواج هناك والزوجات قدام الملك قال ما خطبكنا إذ راوتنا يوسف عن نفسه كلامهم كلمة وحدة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء ترى ما عليه مث قال ذا الرسول بل لما رأيناه قلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم إن كان أحد منكم طالع فينا كان يوسف طالع إن كان أحد منكم لمسنا كان يوسف لمس فبينما هم يتكلمن ويبرئن ساحة يوسف إذ وقفت امرأة العزيز زليخة قالت الآن حصحص الحق أنا راوتت عن نفسه أنا اللي سويت طيب النسوة راوتناه معها لكن ما اعترفنا قالنا ما علمنا عليه من السوء طيب أنتم علمتم السوء من أنفسكم أنتن التي حصلت من كن المراودة لو سكتت امرأة العزيز كان قضي الأمر أنه خديعة من غير مراودة لكن أثبتت المراودة شهادة زليخة قالت الآن حصحص الحق ظهر أنا راوتته عن نفسه فاستعصم يعني رفض ليه ذلك ليعلم يوسف وهو في السشر أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم زوجي الجالس قدامي ذا أني لم أخنه بالغيب عشر سنوات معمر يوسف لمسني ولا حصل أي خيان براء ليوسف وبراء لها فماذا فعل زوجها طلق قال خلاص اللي بين انتهى هو عارف أصلا وقال لها لما رأى قمص وقد من دبر قال إنه من كيد يكون بس كان هذا هو وهي في القصر موضوع ممكن يغطى ويستر أما قدام الملك والعالم والجمهور لابد يسير رجال قال خلاص انتهى الموضوع قالوا الملك خلاص أنت ظالم أنت يا عزيز مصر ظلمت يوسف وانتم يا النسوة ظلمتن يوسف وانت يا زليخة شهدت بالحق وكنت مشاركة في ظلم يوسف كيف يسجن بلا ذنب قال ائتوني به أستخلص لنفسي صار الوزر كلهم يرتعدون مناصبهم مهددة كلها بالتغيير وجاء يوسف وانفرد به الملك الوحدة قال خلاص أنت الآن إنك اليوم لدينا مكين أمين أي لك مكان خاصة وأنت أمين مصر كلها بين يديك صاحب أمانة تمنى ايش تريد اي وظيفة تبغى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم خزائن الأرض قوت الناس لأن الناس اللي كان عندها خزائن الأرض كانت تظلم الناس كانت تعطي للكبار والأغنية وتمنع الفقراء كان في محابات قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم طيب ليش لأن رؤياك تحتاج رجل فاهم عالم حافظ يستطيع يسيس الطعام حتى لا يموت الناس في السنوات السبع الشداد قال طيب أنت على خزائن الأرض وأنت عزيز مصر فأصبح يوسف بعد أن كان عند أهله أو عند إخوتي ذليلا ويقول اقتلوا يوسف اطرحوا أرضا القوة في غيابة الجب بعد أن كان يباع في سوق النخاسة بعد أن كان يباع ويشترى بعد أن كان سجين مظلوم إذا به على أعلى منصب في مصر بعد الملك عزيز مصر وأصبح يوسف صاحب البيت الذي كان صاحبه قد اشتراه صار البيت القصر قصر يوسف لكن يوسف غير متزوج ليست له زوجة إلى الآن يوسف وحيد ليس له قريب في مصر وأصبح على خزائن الأرض وبدأ يوسف بالسياسة ماذا فعل سياسة الاقتصادية قسم أرض مصر إلى إقطاعات فقال تعالوا يا أهل مصر كل شخص أعطاه أرض وعطاه مال وقال ازرع ونصف الزرع الدولة تشتريه منك ونصف بيع عن تلحالك فأعطاهم الأرض وعطاهم المال وقال ازرعوا واشترى منهم نصف الزرع وبنى أكبر مستودعات لما حصل للحاصل من الطعام ثم كان يضع الطعام ذي سنابله فيحفظ ولا يضيع فما حصدتم فذروه في سنبله وهذه الميزة التي امتاز بها موسى على أهل مصر جميعا لأنهم كانوا يحصدون الجميع فيفسد ولا يجلس إلا عام أو قل بينما يوسف تركه في سنابله فجلس عواما ولم يفسد لكن يبست السنابل والحب فيها لما فعل ذلك وانتهت السبع سنوات وبدأت سنوات القحط بدأ البقر لا يجد شيء أكله ولا شراب يشربه الماء قليل فأصبح البقر عجاف كما رأى الملك وأصبح الطعام لا يوجد منه إلا حصيلة سنوات الماضية من سبع سنوات أصبح الطعام يابس سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وخلال هذه السنوات جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون من قبل كم سنة أكثر من ثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين سنة ويوسف قد انقطع عن إخوته أصبح رجلا وهم رجال فعرفهم وهم له منكرون وهنا تظهر أخلاق الأنبياء عرفهم عرفا وتذكرا ما فعلوا به وقد مكنه الله كان بإمكان يوسف لما دخلوا عليه أن يأمر بسجن فيسجنون فيحقق معهم ماذا فعلتم بيوسف من أول لقاء فيعترفون وما فعلوا جريمة أن يرمى في السجن في البير جريمة أن يباع وهو حر جريمة أن يهدد بالقتل من إخوته جريمة اقتلوا يوسف أن يهدد بأن يلقى في البر لتأكله لحوش جريمة شرائم كثيرة أن يتعرض والده للبكاء والحزن بسببهم ويفرق بينه وبين أبيه شرائم كثيرة ومع ذلك عرفهم ولم يتكلم عما فعلوا وهم له منكرون أن كل شيء يتصورونه لا أن يكون يوسف الذي بيع عزيزاً لمصر لأن الرق من أسباب الذلة وهذه المرتبة لا يصل إليها كل حر بل لا يصل إليها إلا من خصه الله عز وجل بها وعطاه الله لأن هذا من الملك فماذا حصل أحسن إليهم وأحسن ضيافتهم وأوفى لهم الكيل ولكن قال أنه لا كيل لهم مستقبلا حتى يأتوه بآخ لهم من أبيهم قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وأعطاهم عدة أشياء تجعلهم يرجعون إليه أولا أنه يوفي الكيل ألا ترون أني يوفي الكيل ثانيا أنه أحسن ضيافتهم وأحسن نزلهم لا ترون أني يوفي الكيل وأنا خير المنزلين يعني قدم لهم أحسن ضيافة أحسن مبيت أكرمهم إلى أحسن هذا ما شهدوا عليه في مصر فلما ذهبوا إلى الشام جعل متاعهم أي بضاعتهم التي جاءوا بها ليشتروا الحب أو يشتروا الطعام جعلها في أوعيتهم فلما رجعوا إلى أبيهم وفتحوا أوعيتهم وجدوا البضاعة التي ذهبوا بها من عند أبيهم ليشتروا بها موجودة مع الطعام قالوا قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا فلوسنا رجعت وهذه مكيدة من يوسف لأن يعلم أن يعقوب لن يأكل طعاما حراما حراما ويقول هذا ممكن سهو ممكن بدلا من يأخذ الفلوس حطوها فارجعوا أعطيهم فلوسهم أعطوهم مالهم مقابل الطعام قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا إذا لازم نرجع لأن البضاعة رجعت مع الطعام ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير يعني أرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون يعني نزداد كيل بعير لأن يوسف سياسته أن كل شخص يعطى حمل بعير ولو جاء شخص واحد وعنده عشرة أبعرة ما يعطي إلا بعير واحد إذن البعير مقابل الرأس كل رجل بعير فإذا جاء معهم بن يمين ازدادوا بعيرا آخر فأرسله معهم بعد أخذ المواثيق لأتن به لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أعطوه المواثيق وذهبوا وعددهم كم في هذه الرحلة أحد عشر الرحلة الأولى كانوا كم عشرة الآن أحد عشر كل أبناء يعقوب خرجوا الأول كان مع ابن يمين فقط أنسى الآن حتى ابن يمين خرج بقي يعقوب لوحده ليس معه أحد أبناء كلهم ذهبوا إلى مصر وأخذ يوصيهم يابني اذهبوا هذا لدخلهم باب واحد ودخلهم باب متفرقة وعندما وصل وصلوا إلى مصر ودخلوا على يوسف بدأ يكيل لهم وأعطاهم كيلهم ووضع الصواع الذي يكيل به صواع الملك وضعه في رحل أخيب يمين ومشو وهذا من الكيد كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك فلما فصلت عيرهم في طريقة إلى الشام إذا بالمنادي ينادي أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم كيف أبناء نبي هذوم وناس عاديين قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يوسف قال أي واحد جاء الصواع له بعير زيادة سلة بعيرين والطعام قليل طيب أن كل الناس تنافست لأن حمل بعير من الطعام لك الوقت شيء عظيم ما يعطى إلا لرجل فالذي جاء بالقبر له حمل بعير زيادة يعني بعير من عند يوسف محمل بالطعام قال وأنا بي زعيم أنا أول واحد ناديتكم وأنا أول واحد ناخذ البعير طيب قالوا الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ترى جزاؤه يعني تعال تحقيق إذا ما أنتم سارقين عادي تمشوا وإذا كنتم سارقين ما جزاؤه طبعا له جزاء جزاء في مصر وجزاء في شرع إبراهيم جزاء في شرع إبراهيم هو القتل عفوا جزاء في شرع إبراهيم هو الرق شريعة إبراهيم شريعة يعقوب من بعده أن سارق يرقق وجزاء في شريعة مصر يقتل السارق يقتل فقال فما جزاؤه إن كنتم صادقين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه خلاص إذن أقروا أن إذا كان هذا صواع في رحل أي واحد منهم لدعش خذوا الشخص استرقوه هنا يوسف سيتعرض بعد قليل في هذا لكلام صاعقة بدأ بوعيتهم قبل وعاي أخيه ثم استخرج من وعاي أخيه طلع أخوه بن يمين فالظاهر هو سارق وبن يمين متفق معه قالوا يا أخي أنا سأضع الصواع في رحلك أنا أخوك يوسف وأظهر أنك سارق وأني سأأخذك وأسترقك من أجل أبقيك معي فلا تحزن فلا تحزن ولا تبتئس استخرج من وعاي أخيه قال هذا صاحب الراحل من بن يمين أصغر واحد قال له تكفى إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه تكفى طال بينك خذ أي واحد من قال له معاذ الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده يمين يسار حاولوا حاولوا خلصوا نجيا راحوا يتكلموا مع بعض يتناجون ماذا نفعل فقال الرجل اللي قال في البداية لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يتكلم الآن قال اذهبوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعرى التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون طبعا يوم صاروا صادقين قال اسأل واسأل واسأل أيام أكله ذيب ما قال وسأل أحد جاءوا عشاء يبكون قالوا أكله ذيب من غير شهادة لكن هنا اسأل وسأل واسأل وحلفوا وصدقهم ولكن مع ذلك لما جلسوا فترة صار كم العدد تسعة صار يعقوب فقد كم ثلاثة يوسف وبن يمين والأخ اللي قال لن أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين قال سأبقى في مصر قريب من أخوي وأنتم روحوا لأبوكم إذا أذن لنرجع رجعت ما أذن لنرجع مني براجع صار يعقوب فقد ثلاث أولاد يوسف الأول وبن يمين الثاني وهذا الولد العاقل اللي هو أعقلهم الثالث بعد يوسف وبن يمين طبعا لما حصل هذا قال لهم يعقوب اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه قالوا أنت تفتغ تذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين عند يوسف من زمانك له الذين قال روحوا تحسسوا اذهبوا فتحسسوا والتحسس هو البحث عن الخبر السار والتجسس هو البحث عن الخبر السيء تحسسوا من يوسف وأخيه فدخلوا يتحسسون وجاءوا ببضاعة مزجاة بضاعة ما تصلح ودخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاه ما تنفع مختلطة فأوفلنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال يوسف عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه عندها انبهروا قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا عندها قطعت الأحبال في أيديهم قطعت الأمور ارتبكوا هذا عزيز مصر اللي حنا كنا نقول اقتلوه حنا كنا نقول فعلوا به هذا اللي حنا نقول أنه سرق من قبل الآن ماذا سيفعل فينا أي شيء يسوي يترقبون ردة الفعل وكيف كانت ردة الفعل قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما أحسن العفو بعد المخدرة عفا عنهم قعدوا يبكون ندمانين وفرحين بلقاء يوسف ولقاء بن يمين وأن أخوهم صار ملك وانتهى الحسد بالإحسان آخر لحظة من لحظات الحسد في قلوبهم بعدما قال لا تثريب عليكم اليوم ادفع حسد الحسد بالإحسان إليه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بعدها أعطاهم قميصة قالهم زمان خذتم قميصي وحطيت عليه الدم وقلت لأبوي هذا ولدك كلاوذيب الآن خذوا قميصي وانتم صادقين قميص ملك واذهبوا إلى أبي وقلوا هذا قميص ابنك صار ملك في مصر اذهبوا بقميص هذا هذا القميص قميص الملك فالقوه على وجه أبي يرتد بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين أول ما حملوا قميص يوسف وفصلت العير من مصر متوجه إلى الشام أرسل الله الريح الطيبة فحملت الريح الرائحة رائحة يوسف حملتها الريح من مصر إلى الشام وإذا بيعقوب يشم ريح يوسف يوسف في مصر ويعقوب في الشام ويشم ريحه أول ما فصلت العير من المباني لما فصلت العير قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندون قال وين يوسف تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين وقعدوا يتكلموا عليه أولاده وإحفاده ووصلت العير وجاء البشير وألقوا قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا شاف عيال أول مرة يشوفه مواليد ولده بعد ما صار أعمى لأنه كان يبكي ليل ونهار وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم لما رجع الله لها البصر وجاء الخبر ويوسف صار ملك مصر وقال لكم تعالوا وأتوني بأهلكم أجمعين انتقلت عائلة يعقوب وأولاده وأولادهم وزوجاتهم ووصلوا مصر ودخلوا مصر جميعا دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ولما دخلوا مصر كان يوسف قد هيأ لهم المساكن الطيبة وهيأ لهم كل سبل رخاء العيش وانتهت حياة البادية التي كان يعيشها يعقوب وابناءه في بادية الشام إلى حياة الحضارة في مصر ودخل القوم على يوسف والده وزوجة والده الباقية حية والزوجات كم كانوا أربعة مات منهم في الفترة ثلاثة أول وحدة أم يوسف ماتت عند ولادتها ببن يمين وماتوا ثنتين وما بقي مع يعقوب إلا واحدة عجوز ويعقوب عجوز وجاء بها إلى مصر ورفعها يوسف مع أبيه وأطلق عليها أم وقال تعالى ورفع أبويه طيب وين أبويه هذا فعلا يعقوب أبوه لكن المرأة زوجة أبيه زوجة الأب أم لك زوجة أبيك أم لك لذلك قال ورفع أبويه وتقديرها من البر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه وأعظم ود ود الرجل لزوجته وجعل بينكم مودة ورحمة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وإخوانه دعش تحت وقد خروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا انتهى المشهد طوية صفحة يعقوب من أربعين سنة عن ولده عن ولده يريد الخبر قالوا يا أولادي أعطيني الخبر وش اللي حصل قالوا سمع وشوفوا أنتم الأدب وشوفوا الإحسان قصة يوسف طويلة وعريضة فيها بير وفيها وبيع وفيها شراء وفيها لكن كل ما فعله إخوته لأنه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم لم يذكر منه شيء ما قالوا يا أبوي ترى أخواني رموني في البير وترى هم بعوني وترى وترى لا كذا لو قال يمكن أبوي يموت بسكت القلبي قالوا وقد أحسن بي لهو الله إذا اخرجني من السجن دخلت السجن يا أولادي ايه والله دخلت السجن يا أبوي يوم النسوة اجتمعنا وراودنا عن نفسي قالوا يا تسجن يا تفعل الفاحشة قلت ربي سي قال أحسنت السجن أحسن من الزنا طيب لم يذكر البير ما قال وقد أحسن بي إذا اخرجني من البئري لو قال وقد أحسن بي إذا اخرجني من البئري يقولوا بير إيش ومن حطك فيها يا يوسف والله يا أبوي أولادك أخواني اللي حطوني يمكن يدعو عليهم تنتهي ينتهون وممكن ما يتحمل الموقف وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفسي من ضرب الحسام المهندي وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن واحد وجاء بكم من البدو اثنين وبدأ يذكر له محاسن ما مر عليه ولذلك إياك أن تذكر السوء الماضي لأن صبرك عليه إحسان من الله لك فإذا تكلمت فأنت تشكو الله إلى عباده عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وأحسن الصبر ما سكت عنه إلى يوم القيام ولهذا الصبر لا يتكلم لا يقول لأن التكلم يخفف يعقوب عليه السلام مع الحزن الذي هو فيه ما اشتكى لأحد قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون بعدما قص عليه القصص والماضي كله لم يمكث يعقوب عليه السلام من الزمن إلا قليل حتى توفي وقبل وفاته وقبل وفاته وهو في قصر يوسف جمع أبناءه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون لكن قبل هذا إخوة يوسف لما طلبوا منه الاستغفار استغفر لهم فورا قالوا تالله لقد آذرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أما يعقوب فلما طلبوا الاستغفار منه قالوا يا أبانا استغفر لنا إننا كنا خاطئين لم يستغفر فورا قال سوف أستغفر لكم ربي لماذا يوسف استغفر فورا ويعقوب أجل الاستغفار لماذا الشواب أن يوسف استغفر لهم فورا لهم صاحب حق ويعقوب عليه السلام أجل الاستغفار لأنه ينتظر وقت الإجابة في السحر والمستغفرين بالأسحار والدعاء بالغيب أعظم من الدعاء بالمشاهدة هذه القصة ذكرت بسبب وهو أن رجل جاء للمكة وأصبح يقص 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 قصص طويلة فبعض الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ألا قصصت علينا قصصا طويلة فنزلت سورة يوسف أحسن القصص هذه السورة كان اليهود يستمعون لها في المدينة ويبكون عندما يسمعون القصص التي تتحدث عن أبيهم يعقوب وهو إسرائيل وعن أجدادهم وتدل على أن القرآن للعالم كله وليس خاص بالعرب فقصة يوسف قصة اسماعيل قصة إبراهيم قصص الأنبياء كلها للعبرة اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفافة والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ربنا ورب كل شيء اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والمعذر عليه الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته